موسيقى 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 السلام الوليدات السلام الامهات الفاضلات مرحبا بكم في قناة ام امير وهاجر الشرح المبسط موسيقى 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 والقرايا سالات فكنتمنى تكونوا دوزة الامتحانات وشي بخير ولا خير وكنتمنى تكونوا نجحتوا كاملين إن شاء الله كنتمنى لكم النجاح والتوفيق سواء الوليدات اللي كانوا من المتتبعين ديولي وحتى الوليدات اللي ما كانواش متبعيني فأنا كنتمنى الوليدات كاملين إن شاء الله النجاح والتوفيق فمن بعد ما داز العام إن شاء الله وكملتوه كان عام طغيل وكان عام صعيف وحنا في هاد الجائحة فمن حقكم الوليدات ترتاحوا العطلة ارتاحوا مع روسكم صافروا مع روسكم ونتمنى ان شاء الله تكونوا خدمتم زيان في المتحانات وكنتمنى تفرحوا بالنجاح ديالكم وتفرحوا الوليدين ديالكم ايضا كيف ما قلت لكم الوليدات ره الصيف هذا ديال العطلة ديال التصافرة ولكن الوليدات ما تنساوش مرة مرة تراجعوا شوية الدروس باش ما تنساوش الوليدات ايضا اليوم غادي ندير معاكم واحدة درسة الوليدات ديال الجملة الاسمية والجملة الفعلية غادي نفهمكم الوليدات اشنو هي الجملة الاسمية والجملة الفعلية فهاتش غادي يكون غير خفيف دريف على قلوبكم باش ما تملوش وحين تراها العطلة ديال التصافرة الوليدات ماشي ديال القراية فهذا ما كي منعكم شاء الوليدات انكم مرة مرة شوية تفكروا قرأتكم ايضا كيف ما قلت لكم الوليدات غادي نديروا الجملة الاسمية والجملة الفعلية اذا لوليدات عندنا جملة فعلية و عندنا جملة اسمية اذا الجملةpayاسمية لوليدات فانا بغيت نديلكم واحد درس صغير و واحد الامثلة غرق ليلة باش تستطعوا ان شاء الله الوليدات اللي باقي ما كيعرفوش يفرقوا بالجملة الاسمية والجملة الفعلية فهذا فيديو ان شاء الله باش تتمكنوا من التنييز او بالتمييز بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية اذا كيف ما قلت لكم الجملة الاسمية هي التي تبتدئ باسم اذا غادي نبدأوا بالجملة الاسمية الوليدات الجملة الاسمية هي التي تبتدئ بالاسم اذا عندنا اسماء كثير الوليدات عندنا اسماء دي الانسان دي الاشخاص عندنا أسماء ديالجامد عندنا أسماء ديالحيوان ديالنبات هذه كلها أسماء وإلى تبدأت بها الجملة كتسمى جملة إسمية إذن تتكون الجملة الإسمية من مبتدأ وخبر إذا الجملة الإسمية هي التي تبتدأ بإسم الجملة الإسمية الوليدات رحكت تبدأ بإسم إلا تبدأت بإسم الوليدات فهي من طبيعة حال جملة إسمية والجملة الإسمية الوليدات رحكت تكون من عنصرين أساسيين عندنا المبتدأ والخبر هذه هما العنصرين الأساسية اللي كيكونوا لنا الجملة الإسمية مبتدأ وخبر غادي ندير لكم واحد الأمثلة الجو صحون الجو صحون إذن هذه جملة إسمية الوليدات كتتكون من مبتدأ وخبر الجو مبتدأ اللي هو اللي تبدأ به الجملة مبتدأ كان بدأوا به الجملة الوليدات وعندنا خبر صحون المبتدأ والخبر إذن الجو صحون القصة مسلية القصة مبتدأ مسلية خبر إذن الوليدات هادو جملتين إسميتين كيف ما قلت لكم الجملة الإسمية كتتبدأ بإسم الوليدات سواء كان هادو الاسم ديال الإنسان أو ديال النابات أو ديال حيوان ولا ديال جامل ففيما كتلقوا هادو الأسماء عرفوها أراها جملة إسمية والعنصرية الأساسية ديال الجملة الإسمية هو المبتدأ والخبر المبتدأ هو اللي كتبدأ به الجملة الوليدات الإسم اللي كتبدأ به الجملة كيتسمى مبتدأ والخبر هو الذي يخبرنا عن حالة المبتدأ إذن الجو مبتدأ صحون خبر القصة مبتدأ حين تبدأ بها الجملة ومسلية خبر إذن هذه هي الجملة الإسمية ندوز والوليدات الجملة الفعلية الجملة الفعلية إلا كانت الجملة الإسمية كتبدأ بإسم فالجملة الفعلية الوليدات هي التي تبدأ بفعل وتتكون الجملة الفعلية من فعل وفاعل إذن الجملة الفعلية الوليدات هي اللي كتبدأ بالفعل والفعل سواء كان عندنا ماضي أو مضارع أو أمر يمكن تبدأ لنا الجملة بفعل ماضي أو بفعل مضارع أو بفعل أمر والمكونين الأساسيين أو الرئيسيين دي الجملة الفعلية هو الفعل والفاعل هذو هما المكونين الأساسيين وبعض مرات كيكون عندنا مفعول به ولكن ضروري يكون عندنا الفعل والفاعل وبعض مرات كتكون عندنا مفعول به إذن الوليدات غاد ينديروا واحد الأمثلة دي الجملة الفعلية عندي هنا نام الطفل نام الطفل إذن هذا هو الفعل الوليدات نام فعل الطفل فاعل إذن نام الوليدات الفعل فعل الوليدات هو النشاط أو العمل الذي يقوم به الفاعل إذن الفعل نام هو نشاط أو فعل قام به هذا الطفل والطفل الوليدات هو الفاعل نام الطفل نام فعل والطفل فاعل إذن هنا عندنا نام في المعظيم يقدر يكون عندنا في المضارع يقدر يكون عندنا في الأمر عندنا هنا الوليدات كتب المعلم الدرسة كتب عندنا هنا الفعل هو كتب المعلم المعلم هو الفاعل كتب فعل المعلم فاعل وهنا عندنا الوليدات الدرسة مفعول به إذن كيف ما قلت لكم فالجملة الفعلية يقدر يكون فيها فعل فاعل مفعول به فكيف ما كنتلاحظه هنا عندنا نام تطفل فيها فعل فاعل فهذا الفعل الوليدات هو لازم اكتفى بالفاعل فقط هذي جملة مفيدة نام الطفل هاد الفعل كيتسمى لازم الوليدات لانه اكتفى بالفاعل وكولنا جملة مفيدة نام الطفل فهي جملة مفيدة وهنا كتب المعلم الدرس كتبه والديه هو الفعل المعلم فاعل وعندنا الدرس مفعول به فما يمكنش لنا الوليدات نقوله كتب المعلم فهذه تبقى الجملة نقصة ماذا كتب المعلم إذن كتب المعلم الدرسة هذه جملة مفيدة هذه الفعلة الوليدات كيتسمى متعدي لأنه لم يكتفي بالفاعل بل احتاج إلى مفعول به هذا ده بنشوفهما الوليدات ده بنشوفه نديروا شي درس خاص بالفعل اللازم والفعل المتعدد إذن كان هذا درس خفيف عليكم الوليدات باش ما تملوش حين ترى هالعطلة هادي درس خفيف شوية غي باش تقويوا الداكرة ديالكم وباش الوليدات اللي مع عارفونش الجملة الإسمية والجملة الفعلية فهادي فرصة يدخلو شوية ويراجعو الجملة الإسمية والجملة الفعلية وما تنساوش الوليدات الصيف رح طويل ولا بقيتو غير معا العب ومعا الصفار فمن حقكم الوليدات بعد عمل جبار ديال العام كاما الوليدات راكم كتعيو فمن حقكم الوليدات من حقكم انكم تصافروا وترتاحوا ولكن مرة مرة الوليدات ارجعوا دروسكم باش ما تنسوهمش اذا الوليدات في امان الله كنتمنى لكم الوليدات كام لنجيبوا نقاط زوينة وتفرحوا بها وتفرحوا والدكم الى فيديو اخر الوليدات في امان الله عطلة سعيدة وتمتعوا بالعطلة ديالكم والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله